اليوم الأخير في النوصة رقم 63 من الدوري المصري ممتاز ولقاءات عديدة لكن لقاءنا الرئيسي هو اللقاء الأهلي مع سيراميكا كليو فترة وهو الظهور الرسمي الأخير لريكاردو سوارش في مواجهة أحمد سامي على الخطوط اتنين من محللين الفنيين منواريني دلوقتي نتكلم معاهم في بعض الحياة الخاصة بالأهلي في الفترة الأخيرة وبعض المكاسب أكيد اللي استفاد بيها الأهلي من ظهور لعبي الشباب أحمد نجيب وأحمد يماني برحب بيك نجيب حبيب يا كريم يماني منوارنا كريم إزايك تعالوا نبدأ كده مع بعض سؤال عام هل استفاد الأهلي من ظهور الشباب دول وهل تقدر تقول أن الأهلي تلعب بمكاسب على المستوى الفني والخططي والتجهيز لموسم الجديد لا صريحة على طول على طول للأسف لم يستفيد الأهلي من وجود لعبي الشباب ليه؟ لأن دي مش أكثر فرصة مناسبة للدفع بالشباب ماشي الشباب عادة لما بتدفع بيهم ما ينفعش يبقى الغالبية العظمة في الملعب لعبين شباب أو لعبين مفتقدين لمستواهم وهو الأهلي قرر استكمال الدوري الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة زي ما خرجت الجملة بالزبط صح فالله حصل إنه فعلاً حط المجموعة دي كلها الغير منساجمة الغير جاهزة صح مع بعض فالنتيجة إيه؟ هم كلهم زقوا بعض لتحت أو شدوا بعض لتحت وشدوا الفريق لتحت مش العكس أنت الطبيعي أنك تدخل عنصر أو اتنين وقصت لعيبة كبيرة ووقفة على رجليها فيشدوا المجموعة معهم كلها لفوق وده ما حصلش في الأهلي في الأسف يعني حتى ظهور لعب الشباب يعني لو عدنا نفتكر كده هو فيه كم اسم يعني واحد زي شرقية الرجل سنترباج ده من الظلم التام إنه يبدأ مباراته الأساسي مع الفريق أوه بطول دوري عام على مواجم بقيمة جون إبوكا مهاجم دبابة يعني أصلاً لو مدافع كبير هيعاني ظلم بيين جداً للولد يعني أحمد سيد غريب حسابين مثال يعني هل حد يقدر يجاوب على سؤال هو مهاجم واعد ولا لا هل هو مناسب للتواجد فيه ولا لا مستحيل حد يقدر يجاوب عن يقين عن السؤال ده صح يعني أحمد سيد غريب لو بدأنا نستعرض أرقامه معنا شارك في خمس مبارات مع الفريق أوه في الدوري أنا ما أتكلم عن الدوري لا لا خلينا نتكلم عن الدوري خمس مبارات لها فيهم مجموعة من الدائل خمس مبارات كأساسي أربع مبارات كأساسي ووحدة كبديل بإجمالي 243 دقيقة عمل كم محاولة على المرمى في الخمس مبارات عمل ثمان محاولات على المرمى ثمان محاولات ثمان محاولات يعني واحد ونص محاولة في كل مباراة في خمس مبارات منهم أربع أون تارجت هيرقم أولال جدا لمواجم نادي الأهلي في الأساسي المواجم الوحيد الصريح طيب ومين بقى بيلعب تحته ومين بيصنع له لعب طبع فهو ظلم يعني إنتاجيته كانت قليلة لأن مساهمة زميله في توزيع الكرات ليه وصناعة الفرص ظلموا وقص على ذلك بقى الوحيد اللي ظهر بشكل ملفت للنظر زياد طارق ليه فردي زياد لعيب أصلا سكيلف المهاري عنده كرة قائمة من نزعيته الفردية هو يعني زياد أرقامه زياد 14 مباراة أربعة أساسية وعشرة كبديل هو جيمة تشينجر كمان بينزل يغير شكل وظهر كمان يعني جيف كذا لقاء قبل كده مع العيبة كبيرة فهو حس هنا إن هو اللي بيقود المجموعة دي وبينزل في مواقف صعبة فبيتحمل مسئولية فبيطلع من جوة شخصيته وبتظهر هنا فزياد طبعا زياد بارع جدا ولكن لأن النواحي الفردية مسعداء الجماعية هنا مفتقدة طبعا أو فيها مشكلة عمرك بدير تحكم على جماعية لعب من دول فوسط المجموعة دي الهارموني مفتقد ومش موجود فللأسف الاستفادة يعني إن وجدت فها محدودة طبعا